موسيقى وصل الزمالك نتائجه المخيبة للأمال في دور أبطال إفريقيا بعد التعادل سلبياً أمام ساجرادا بطل أنجولا في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القرية وهو التعادل الثاني للفارس الأبيض في البطولة بعدما تعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما أمام بيترو أتلاتكو في القاهرة في الجولة الأولى الزمالك وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما بات مهدداً بتوديع دور المجموعات إذا فشل في تحقيق الفوز على الوداد المغربي في اللقاء المقرر له الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد نقطتين خلف بيترو أتلاتكو المتصدر بأربع نقاط والوداد الوصيف بثلاث نقاط ويتذيل سجراد الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك وفي البطولة ذاتها نجح الأهلي في العودة بنقطة التعادل من ملعب الهلال السوداني في افتتاح مبارياته بمرحلة المجموعات بعد تأجيل أولى مبارياته بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية وأكبر الأهلي مضيفه على نتيجة التعادل بعدما نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسماني في تعطيل كافة مفاتيح اللعب للفريق الهلالي التعادل وضع الأهلي في المركز الثاني بنقطة واحدة خلف سانداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد أربع نقاط من مبارتين يا أهلا بحرقكم مرة أخرى شرفني وينوارني في هذه الفقرة نجم النادي الأهلي الأصبق كابتان أحمد عادل يا كابتان أحمد مشرف ومنور حبيبي يا كيم وربنا أخليكم من ضمن الحلقات اللي أنا بستمتع بها يا حبيبي دايما أنا بستمتع بتواجدك والله حبيبي أخبرك إيه؟ تمام والله زي الفل طيب هخش معك على طول في النادي الأهلي الأول الأهلي مبارح ودم الهلال عمل مباراة متوسطة يعني نخلينا نقول متوسطة والهلال فريق أو خصم مش قوي يعني فنيا الأهلي فارق عنه بشكل كويس ورغم كده الأهلي ما قدرش حقق الفوز مبارح رأيك إيه في هذه المرأة؟ أكيد ده أداء متواضع يعني أداء متواضع مش متوقع من بعد كاسعام الأندي يعني متوقع أداء أحسن من كده وأنا بشوف أن السبب الرئيسي وهفضل أكد على كلامي كل مرة طريقة اللعب طريقة اللعب هي مش مهم أنت بتلعب مين مش مهم أنت بتلعب بره أو جوه مش مهم أنت تلعب فريق قوي أو ضعيف مهم جدا على مستر مسماني حتة 4-3-3 مش هياخد المردود الجيد من اللعيبة مش هياخد المردود الجيد في المباريات لما غير طريقة اللعب وليعب 3-4-3 لأداء كان كويس وحقق نتائج إيجابية وحقق مكاسب وحقق بطولات بيها مع 4-2-3-1 برضو دي من خطط اللعب أو من طرق اللعب اللي بتبقى جيدة اللعيبة عندها إمكانية وعندها حلول مع مفتاح اللعب الكتير اللي بيقدروا يستغلوها طب هي مشكلة طريقة لعب ولا مشكلة واجبات يعني الأهل 4-3-3 اللعب بيها قدام الهلال سيبك إنه الهلال السعودي نطلط منه اتنين لعيبة بعد كده بس الأهل كان بادئ المباراة بشكل كويس جدا بـ 4-3-3 أنا بس بحس إنه الأهل في المباراة الخارجية مش هو المبادر مش هو اللي بيهاجم مش هو اللي عايز يكسب المباراة أنا بحس إنه هو أسلوب أو فكر المدير الفني مش طريقة اللعب طريقة اللعب ساعة بتنجح وساعة لا حتى 3-4-3 ساعات الأهل كان بيقدم بها مباراة مش جيدة رغم إنه هي في عادة الأهل حتى في اللبون الدفاعية نحسنها شوي بص يا كريم في بعض المباراة أنا زي ما بقولك لو ما خدش المبادرة وإنت نادي الأهلي على مستوى أفريقيا طبيعي إنه إنت بتلعب داخل ملعبك أو خارج ملعبك إنت لازم تاخد المبادرة لازم تنزل تفرد إسلوب لعبك صح لكن مع طريقة 4-3-3 في بعض الأوقات أنت هيبع عندك مفاتيح لعب أنت مش تقدر تستغلها أهمهم أفشة ده من أهم اللعيبة اللي أنا بشوف إنه أنت بتزلم أفشة وبتزلم الفرقة لما بتلعب على طرف من أطراف الملعب يمكن اتكلمت معك في الموضوع ده قبل كده لأن أفشة هو اللعيب الوحيد اللي بينقلك من ناحية الدفاعية للناحية الهجومية اللي لازم الكرة تعدي عليه في بعض الأوقات هتلاقي حتى لما أفشة بينزل الرجل بيلعبه طرف في شمال قدام علي معلول يعني في المباراة اللي فاتت لعب أفشة تلقاي أوتوماتيك مع طبيعة لعب أفشة أو مع الحرية اللي بيأخدها هتلاقيه بيسحب نفسه وينزل تحت الفرود لأنه هذا الطريقة أو السيستم اللعب اللي متعود عليه أفشة هنا انت بتفقد قوة هجومية ضربة من أطراف الملعب من أطراف الملعب عن طريق أحمد عبدالقادر سواء ومع طهر محمد طهر طهر أنا بشوف أن انت كتر التنقل في المراكز يعني طهر المطل المباراة اللي فاتت لعب طرفي مين المباراة اللي قبلها في كاسعلم الأندية لعب فروت صريح مع أن عندك حسام حسن لكن هنا لو عملت مباراة من تلك كان حسام لسه ما بقاش جاهز كان لسه لجاء من إصابة أو لسه ما كانش جاهز ماء في الماء أنا بتكلم على طهر مش هيقدر يديك المردود اللي مستنينه منه في مساحات كتير فقدر يتحرك فيها ممكن ما يلعبش طبعا أتفل معاك إن هو كان مهاجم مش يلعب وجبات المهاجم لو في مباراة ما أفلها لكن مباراة من تلك ممكن عشان كان في مساحات فطهر عمل مباراة معقولة جدا بس لو هنتكلم عن كاسعلم كان ليه ظروف يعني كان فيه ظروف مع مستر المسلماني إصابات وغيابات واشتراك اللعبة مع منتخب مصر في كاس الأمم لكن أنا بكلمك في بعض الأوقات لو ما فردتش اسلوب لعبك في مباراة كتيرة ومن أهم مهم يعني الهلال كان في أول عشر دا مستنيك أنت هتعمل إيه فمستنيك تاخد المبادرة وأكيد أعلم منك طبعا أي فريق زي ما قلت لك كريم في أول الحلقة أن أي فريق هيلعب نادي الأهلي هو لازم هيشوف رد فعلك إيه أو يشوف فعلك أنت معه بس هو دا لقوا خوفوا أول عشر دا وما خدتش المبادرة هو هتدرق عليك أنت عارف مش عارف سمعتني في الأول علاقة كنت بقول أنه النفس الأهلي كده شوفه زي مانشستر سيتي وباريس سان جرمان اللي هو نازل قدام أي منافس في أوروبا يعني كله خايف منه سواء بقى على ملعبه ولا بقى ملعبه التشكيلة بتاعتك وتاريخك والحضرك يقول أن أي منافس هيبقى أعلام منك تيشيرت النادي الأهلي يعني تيشيرت النادي الأهلي هو أي فريق سواء دخل مصر أو خارج مصر مش مهم يملي لابسه المهم طريقة اللعبة هتبقى عاملة إزاي المهم اللعب هيقدي إزاي سواء على الناحية الهجومية أو الناحية الدفاعية عشان كده بكلامك في طرق اللعب أنت جربت يا مستر مسماني أن الأولى بلعب 4-2-3-1 أدائي بيبقى عاملة إزاي لما بنزل أفرض أسلوب لعبي حتى لو على فرق برى الملعبي هي طرق اللعب من أهم الطرق اللي تناسب القماشة اللي معاك همشي معاك 4-2-3-1 حلو أن احنا داخلين في أمور فنية قوي 4-2-3-1 الموسم اللي فات الأهلي دخل فيه في الدوري عدد كبير من الأهداف عدد ما تعودش النادي الأهلي يخش وكان فيه مشاكل دفاعية كبيرة أنت بتتكلم على الناحية الهجومية أن تستفيد من أفشة تستفيد من لعبين هجومين بس كان الخطة دي مع اللعبين الحاليين كان فيه مشاكل وراء كتيرة تمام فهو الراجل حبي يعلجها ياما ب 3-4-3 ياما ب 4-3-3 لما وقف في 4-3-3 ديانج مع حمد فاتحي مع السولية أمن وحافظ على الخط الدفاعي إلى حد كبير يعني الأهلي في مباراة الهلال حتى لو الهجوم ما كانش بشكل كويس بس كان قادر يحافظ على نفسه دفاعيا يعني ما كانش فيها جماعة خطيرة على برمى عالية في خط لا خلينا نتكلم بواقعية إن فيه مشاكل دفاعية فيه مشاكل دفاعية وراء علي معلول في حالة لما بيتقدم ودي زهرت في مباراة على ما أعتقد بقى المراس في الهدف الثاني وزهرت وسببت خطورة في مباراة الهلال حتى الوراء علي معلول هنا بشوف إن لو حتى لو الراجل لعب 3-4-3 هو من أهم الناس اللي لازم يلعب في التلاتة الوراء أي من أشرف أي من أشرف لأنه بيقدر يعمل الكوفر أو دي حتته سواء سرد باك ناحية الشمال ولو هيلعب مثلا ياسر إبراهيم أو هيلعب أي حد سرد باك ناحية تانية وقدمه محمدي فتحي كان من أهم الناس اللي بقى موجود في المكان ده أي من أشرف لأنه بيقدر يعمل الكوفر ولا علي معلول لأن في طريق 3-4-3 أنت بتدي حرية للباكين بتدي حرية للباكين بيكملوا في الناحية الهجومية عشان كده هنا لازم ما ينفعش من مباراة المباراة أفضل أغير في طرق اللاعب خلاص أنا ماشي كويس بـ 3-4-3 مع نزول مع أن أنا بنزل بفرد أسلوب لعبي حتى في مباراة حتى اللي خارج ملعبي زي ما قلت لك النادي الأهلي الدخل ملعب أو خارج الملعب مع فرق صغراء ومفرق لازم تنزل تفرد أسلوب لعبك لأن الفرق مستنيك أنت هتعمل معي صح فهي دي المشكلة الكبيرة كده طيب أسألك على بعض اللاعبين مع الأهلي في المباراة اللي فاتت وبشكل عام يعني محمد هاني يقدم مستويات معقولة جدا في كاسة عامل أن ده يجي في مباراة رجع محمد هاني اللي كان من شوية كده اللي هو مش للمستوى الكامل رغم أن أنا قلت ودي معلومة حقيقة أنه محمد هاني جايز المنتخب حط عينه عليه أنه يقوم موجود فيه مباراة السنغال ليه التفاوت في المستوى ده اللي أنا كنت بتمنى من بعد إصابة أكرة يعني من بعد إصابة أكرة وبرضو أنت عندك صفقة لسه ما استغلتهاش كريم فؤاد يعني لسه ما استغلتهاش لكن ده اللي أنا بتمنى من هاني يعني ده اللي أنا بتمنى من هاني وخصوصا أن أنت كل المباراة المباراة مهمة مباراة كبيرة لازم كيرف المستوى بيبقى عالي يعني ممكن ينزل بعض الشيء لكن لازم تقعد 3-4 مباراة كويس ممكن مباراة بتنزل شوية لكن بترجع كيرفك عالي تاني عشان كده أنت بتظهر قدام الناس وبيقدر يحرز هدف في كاس عالم الأندية فالناس مستنية منك كتير يعني مستنية منك كتير في بعض اللعبة تانية احزن الشحيات الناس مستنية منه كتير طهر محمد طهر مستنية منه كتير لكن في بعض الأوقات الفرصة لازم لما تجيirk تستغلك لأن هتجيلك مرة أو اتنين مش هتجيلك الالتالتة وخصوصا في الأندال الكبيرة في الأندال الكبيرة وخصوصا أن أنت إصابت أكرم يعني مصابي كومن عند كومن فوائده إنه يرجع هاني يلعب فالمنتخب يبص عليه مع لما شفنا في منتخب مصر إنه عمر كمال ما بيلعبش في المركز ده فده يدي هاني إنه لازم يدفع عمر أعمل أداء رائع طبعا للإمكانات اللي عنده الإمكانات البدنية اللي عنده لكن أنا بكلمك إنها كباكرايت باكرايت وخصوصا المصر أنا بشوف إنها بتعاني في الحتة دي يعني بتعاني بقالها فترة كبيرة جدا في حتة الباكرايت أو الباكليفت لكن مع فتوح مع المتخب مصر يبقى دي بقى ده جيد لكن محمد هاني كريم بوقت يلعب أساسي على محمد هاني مايلعبش أساسي بس لازم يبقى لي فرصة لأن إنت هتحتاجه لأن إنت في وقت من الوقت صعب جدا أنا أتكلمت على مستر مسلماني برضو ماينفعش تعتمد على 14 أو 15 لعيب لأن إنت لازم في مورات زل شفنا مع محمود وحيد محمود وحيد أتمنى أن هو يبقى لي فرصة أكتر من كده لأنه هو لعيب كويس وحتى الفرص اللي خدها قدى بشكل جاي مع وجود علي معلول لازم يبقى في حتة الروتش لأن علي مش هيقدر يشيلك فترات كبيرة جدا لكن هنا لازم تحدد هويت كريم فؤاد يلعب باكرايت يلعب باكليفت لازم تحدد هويته عشان اللعب مايتشتتش مايتشتتش حتى في التمرين في التمرين لازم توظفه أو تتكلم معاه أن أنا باكرايت هستغلك لكن هاني لازم ياخد ماتشت شوية لازم ياخد ماتشت شوية وزي ما قلت على هاني لازم كيرفه يبقى عالي خمس ستة ماتشت وراء بعض كويس ممكن كيرف ينزل ماتش لكن لازم يعله تاني حسن عليك على عيب تاني يتحمل الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة أيضا حسين الشحات رأيك إيه؟ حسين بالنسبة لي لغز اللغز كبير جدا زي ما أقولك في مباراة كتير كونك حتى أن أنت ما بتبدأش دي مشكلة كونك أن طهر أصلا مركزه بيلعب طرف شمال لكن هنقول مع عبدالقادر وتفوق عبدالقادر والإيجادة في المباراة لازم حسين ياخد البداية لازم حسين يدوس على نفسه في التمرين لازم ياخد الجماهير النادي الأهلي مستنين منه كتير لأنه صفقة من أجوى صفقات في النادي الأهلي وهنا مرضود مفروض ما يزعلهوش من الناس لكن بيحط عليه مسؤوليات كبيرة جدا هو لازم يبعدها أكيد في الموتشاط طيب من اللاعبين الجماهير النادي الأهلي مبسوطة منهم حاسة أنه هو مستقبل عظيم جدا محمد عبدالمنعم رأي كيف أداءه في الفتر اللي شارك فيها مع النادي الأهلي أنا بشوف أن عبدالمنعم أنا في المقام الأول لما بص على أي لعيب هو الشخصية صح شخصية اللعيب شخصية قوية والمش قوية بيتحمل الضغوط أنا بشوف أن عبدالمنعم اشتغل على نفسه كويس وطور من أداءه كويس وقفل على دماغه على فكره بشكل جيد وبيؤدي الدور اللي مطلوب منه على أكمل وجه مع صغر سنه لكن اللعيب عنده شخصية اللعيب مستقبل الكرة المصرية واللي أنا بتمنى أن عبدالمنعم يحترف يحترف بره من خلال النادي الأهلي ده اللي هيفرع معه بشكل كبير جدا مع السقة اللي عنده مع التطوير في أداءه مع السبات ده اللي كنت بكلم معك فيها يا كريم السبات طول فترة البطولة ومقدي بالمية في المية بنفس المستوى بنفس الشكل بنفس الصورة فهو ده اللعيب هو ده اللعيب الكبير والمشاطة الكبيرة هي اللي بتعمل اللعيب كبير وفعلا كان عبدالمنعم مع المنتخب أو سواء مع النادي الأهلي حتى لما رجع نفس الأداء ونفس السبات في المستوى فده هيبقى ليه رصيد داخل نادي الأهلي وليه رصيد معه منتخب مصر وهنا ده اللي بيعمل اللعيب الكبير المبارات الكبيرة ليه ميكي سوني رغم أن المسيماني هو اللي طلبه حتى الآن مش قادر ياخد مكان أساسي في تشكية النادي الأهلي بص وارد يعني وارد أن في صفقة تسقط منك كده ومع أن مستر مسيماني هو اللي جايب يعني هو اللي جايبه ومفروض هو اللي يلاعه يبقى ليه فرصة أكبر من كده لكن أنا بشوف مع أداء ميكي سوني الناس اللي موجودة أفضل يعني الناس اللي موجودة أفضل حتى بعد رحيل كهرباء لا كهرباء كان أفضل يعني كهرباء كان أفضل إنها يبقى موجودة في قيمة النادي الأهلي موكي سألك سؤال بشكل وضح وصريح جداً مع الوفرة من اللاعبين دي حيث أن الأهلي عنده أزمة في مركز الجناحات دي مين وشمال؟ ده أكيد أكيد وخصوصاً بعد غياب أقرب كلمك على الجناحات مش البكات الجناحين طرفين الملعة لا أنا اللي مطميني عبدالقادر يعني اللي مطميني عبدالقادر حتى من لما كان في سموح يعني تقدر تقول هنا مفيش صداعة لكن الناحية التانية يعني تزبزو بأداء حسين مع أن طرق لعب الراجل بتزلم شوية طاهر بتزلم شوية طاهر يعني في مشكلة في الفرود يعني عندك مشكلة في الفرود عدم يعني حتى لو شريف مش في حالته لازم حسين يستغل الفرصة لازم يستغل الفرصة لكن سوق الحظ يعني سوق الحظ عند بعض اللعيبة أو الإصابات في وقت مثلاً كان لازم ياخد فيه زي مثلاً شريف لما كان في المنتخب كان مهم أن دي أفضل فترة لحسين حسن أنه يدخل تصوب وهنا بتبقى سوق حظ بقى بيلازم لكن بص يا كريم عايز أهضع في ناحية اليمين دي محتاجي بعندك اثنين أو ثلاثة فأنت من الستة مثلاً قلت لي واحد ما أنا هقولك ليه لسياسة الراجل كده مش مدي حد الفرصة أنه هو يلعب مثلاً لو عندك مباراة صغيرة محترمي الفرق في مصر لو أنت راجع تلعب مباراة عايز تعمل اللعيبة محمود وحيد قاعد بقى لقد دي كريم فؤاد صفقة جديدة لسه ما أخدش اللي هو اسم كيسوني لسه ما أخدش بالصورة المطلوبة من محمد محمود لسه راجع لكن الراجل مش مدي الإحاء إن أنا في المباريات صغيرة أو مباريات إن أنا بلعب العشرين أو الخمسة وعشرين دي اللي كانت ما يمهز مستر جوزي مستر جوزي أو أنت حاطت سيستم لعب سيستم اللعب ده الخمسة وعشرين بيقدروا يقدر شلت أحمد عادر حطيت إسلام الشاطر هيقدر نفس الدور شلت عبدالقادر حطيت طاهر هيقدر نفس الدور لكن هنا لعيبة إن أنت لما بتعتمد على 14 أو 15 لعيب في أكتر من بطولة وهم هم نفس اللعيبة ده اللي كنت بعتب عليه مسلم المسلماني لما كان بلعب عليه معلول مش هيقدر يستحمل كوة البدنية سواء مع المنتخب أو حتى لما بلجأ أو في كل البطولات مش هيقدر يشيلك عدد سنين حده بإسماء الله يقولك إيه يقولك أنه أنت هنعتب على المسلماني ليه والراجل يعني بيعمل كل حاجة بيكسب كل حاجة فإن خلاص أنا ناجح يعني أنا بالطريقة ده أنا بعملها دي اللي هي مش عجباني أو مش عجبك أو مش عجبة فلين أو مش عجبة فلين أنا ناجح فما تتكلمش معي أنا أشارك 11 ألعب أنزل ألعب ب9 بس ما لعبش ب11 أنا حر بقى ما أنا بكسب خلاص يبقى ما تزعلش لما الناس تنتقدك لو الأداء أنا مش جيد أو لو فيه إصابات وحد يرجع ما كانش في نفس المستوى ما هو أنت هتكلمني عن أداء وأنا بكسب بطولات تمام أنا وكسب أنا أخد وجهة نظر التانية أنا أسأل يعني الوقت راجل وأخد اثنين دولة أبطال أفراج وأخد بلونزيتين في كلاس العالم أعمل لك اتاني هو أنا منحس الأرقام أنا معاك يعني الراجل معها إنجازات إنجازات كبيرة جدا ده ما أنا بخص حقه صحي لكن في بعض المباريات بعض المباريات أنا بكلمك هنا في شكين شك مصلحة المدير الفني مع مين يعني لما كان مع مستر جوزي كان يقولك لامم أحسن لعيبة في مصر من الإسماعيلي ومن المقصة ومن أمبي لامم أحسن لعيبة في مصر فعشان كده الراجل بيشتغل على المصلحة الشخصية لكن مع فترة لا الفرقة هيبقى فيها خلل الفرقة هيبقى فيها خلل مع فترة مع فترة لو ظهر لك السبوات هتعيني بعملش عملية الروتيشن مش مسبت طريقة لعب أو بسيستم لعب بتقدر إنه مع أي لعيبة تقدر لو عملت الروتيشن مش هتلاقي نفس الأداء لأن في لعيبة بتبقى بعيدة بشكل كبير جدا ستة أو سبعة مباريات فلما بتيجي تديها في لعيبة عندها فرموت المباريات ما فنتحسش إنها بقى لستة سبعة مباريات برا صحيح لكن في لعيبة هتتأثر في لعيبة هتتأثر وهنا الجماهير مش هتلوم على الرجل هتلوم على اللعب هيجات لك الفرصة وما قدرتش يستغلها لكن هنا الشك زي ما بقولك الرجل بيفكر في المصلحة الشخصية وهو تحيي أكبر كم من البطولات في الفترة اللي هو موجود فيها لكن على المستوى الآخر اللي هتضر اللعيبة اللي هتضر اللعيبة هتضر طرق اللعب اللي هيلعب بها مش هيديك المرضود زي ما القوام الأساسي بيلعب فده اللي أنا بتمنيه الفترة أن كل اللعبة تبقى موجودة كل اللعبة تشارك أسألك عن الزمالك زمالك مبراطين في دورة أبطالة أفريقية تعادولين وخسارة قدام سموحة في فترة كده من عدم الاتزان أو عدم الاستقرار تحديدا من كارتيرون على مستوى التشكيل وطريقة اللعب رأيك بص محترامي يعني محترامي الناد الزمالك اللي أنا بشوف الناد الزمالك مفروض يبقى أكبر من أي مدرب أكبر من أي مدرب أكبر من أي لعيب لكن الفترة الأخيرة حسيت بعض الشيء ممكن مع مجلس الأدارة المعين أن مستوى كارتيرون أو في عودته التانية لناد الزمالك هو ما كانت شيء ينفع يرجع أنا من وجهة نظري أنه ما كانت شيء ينفع يرجع ورجع ورجع وكسب دوري تمام أنا معاك بس مش تموح أنا محترامي زي ما هتكلم عن نادي الأهلي وسياسة النادي الأهلي لازم هتكلم عن نادي الزمالك في نفس الخطوط اللازم يمشي فيها أنا مش هستكفى لو ما أحب النادي الزمالك أو بشجع نادي الزمالك أنا مش هستكفى ببطولة طبعا جاب لي بطولة أوكي تمام أنا معاك لكن لازم يجب لي كاس مصر لازم يجب لي دوري أبطال وخصوصا أن أنت خسرت دوري أبطال قدام نادي الأهلي أنا بشوف يعني محترامي بسزاجة بسزاجة في طريقة اللعبة اللي أنت لعبت مع النادي الأهلي فيها لكن في بعض الشيء أو الفترة الأخيرة بسعال فاكرة عمل مباراة لو تفتكر قدامنا نادي الأهلي في نهاية دوري أبطال أفريقيا عمل مباراة كويسة بس هو لعب غلط بس الزمالك الأهلي تكتكيا مع المسلماني كان زكي يعني المسلماني كان طبعا يعني دي المباراة يعني في النهاية أنت تتفوق يعني في مباراة تتفوق فيها أنت بتتعب مدرب أيضا كبير والأهلي تفوق ومسلماني تفوق فعلا مش بس الجنب بتاع أفشل اللي جي في الآخر بس تكتكيا الأهلي لو تفتكر كان بيدافع أكتر منه بيهاجم وهاجم في فترات معينة وقدر يحسن المباراة ده زكاء مدرب طبعا تفهم معك فتفوق مسلماني وقتها على كارتيرون لكن أنا في مباراةك مع النادي الأهلي أنت ما ينفعش تلعب ضغط عالي على النادي الأهلي وخصوصا هيعرف يتلعب كورة حتى لو ضغط عالي فيه أسلوب للضغط العالي طيب خلينا في الحاضر الحاضر بقى إيه اللي بيحصل يعني الراجل ده لو تفتكر قبل المبارات الأهلي اللي في الدولة السنية دي كنا نتحدث أن الزمالك أكثر استقران على مستوى تسابات التشكيل على مستوى اللاعبين بيلعب في 13-14 لعب بس فجأة الأمور بقى فيه تغيرات كتيرة في التشكيل بقى فيه تغيرات كتيرة في طريقة اللعب ده اللي أنا عايز أتكلم معك فيه إن الراجل بدأ يغير مبارات المباراة في التشكيل مش مسبد تشكيل بيغير في طرق اللعب وأنا استشفيت آخر يعني بعد عودة أبو جبل إن الراجل هلعب مباراة ومباراة في حياتة حراسة المرمى وده أنا بتشوف إنه هو من وجهة نظري خطأ كبير جدا معنادي الزمالك معنادي بالذب معناديها كبيرة منفعش تلعب مباراة ومباراة لكن تغيره في طريقة اللعب في بعض الناس بتتكلم إن مستر كارتيرون بزي بيتلاكك عشان الشرط لجزاء ده طبعا عاري تماما من الصحة لأن على ما أعتقد إنه هو تفكيره مش بال هو عايز ينجح طبعا يعني في النهاية طبعا لكن حتة التغير في التشكيل كل منباراة المباراة وزي ما أقول لك فيه ناس في الفرقة الكبيرة بعض اللعبها ما نفعش يطلع ملعب حتى لو مستوها مش جيد يعني أشرب بن شري ما نفعش يطلع ملعب حتى لو يعني أشرب بن شري في أسوأ حالاته فهو كويس جدا صح فهو كويس جدا في الظل إمكانات اللعبة اللي موجودة فيها نادي الزمالك برضو بتشوف على بعض الفترات التزبزل في أداء بعض اللعيبة فيه لعبة زي ما أقول لك لازم يبقى عندك لعيب في نادي الزمالك بيتحكم في ريتم اللعبة دي اللي كانت موجودة في فرجاني أقولك أكتر أكتر حاجة الزمالك خسرها في الثلاث مباراة دول إيه؟ أكتر حاجة الزمالك بيعاني منها دلوقتي إيه؟ طارق حامد طبعا طارق زابط كل الخطوط اللي في الملعب أنسيت أقولي الكلام ده النهاردة في المقدمة بس فعلا طارق حامد عدم تواجده في الملعب فيه خلل في كل حاجة بس هلو هتدور زي ما أقول إحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي إن لازم حد يتحكي مرك في ريتم اللعب لازم حد بوزك طريقة لعب الفرق التاني ودي كان من أهمهم كان طارق حامد اللي أنا كنت أتمنى أنه هو هيفيد منتخب مصر في المكان ده لكن غياب طارق أكيد أدر طبعا بنادي الزمالك وبعداء نادي الزمالك اللي كان بيبني عليه مستر كارترون صحيح لكن برضو في الفرق الكبيرة أنت لازم يبقى عندك البديل صحيح هلازم عندك البديل إمام بيقضيها بعض الشيء بس مش هديها بنفس كمارات طريق حامد صحيح لكن زي ما بقولك أهم أهم لاعب أهم عنصر في الفرق الكبيرة بالذات اللي هو في وسط الملعب اللي بتحكم لك فريط من اللعب زي في النادي الأهلي السلية مزبوط كبترحمد عادل دايما بتشرفني وبتنورني ودايما بفرح بتواجدك معي يا حبيب حبيب يا كيمو من الحلات اللي أنا بستمتع بها دايما شكرا لك كبترحمد لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستقبل ودي الحديدي وأحمد جهري نحلل شوية بقية أرقام في مبراطي الأهلي والزماري خليكم اشتركوا في القناة